موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعين على قناة ايكول شادلي اليوم سوف نأخذ الصحة 98 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات للسنة الأولى ابتدائي سوف نبدأ بالتعديم عنوان الدرس اللي هو جمعه الأعداد من صفر إلى تسعة و تسعون موسيقى الجزء التالج لنفهم و نطبق الجدول أسفل يبين عدد حبات القمحي التي أكلها ديك و دجاجة في يومين اذا عدنا الجدول هذا تبين لنا عدد الحبات التي لهم هالديك و هالدجاجة و هالدجاجة في يومين عدنا الديك في يوم الأول أكله 46 حبه و في اليوم الثاني 39 حبه قمح و الدجاجة في اليوم الأول 28 حبه قمح و اليوم الثاني 58 حبه قمح اذا ما هو السؤال أيهما أكله أكبر عدد من حبه القمحي ننجوز العمليات اللازمة ثم نضع علامات فيه في الخانات المناسبة نضع اليوم الأول زائد اليوم الثاني و نضع نفس العملية كدلك بالنسبة للدجاجة و نرى ما كله يكبر و نضع العلامة في أكبر واحدة لحبات القمح اذا نبدأ بديك و نحسبه نضعه 46 زائد 39 و 30 الوحدات تحت الوحدات و العشرات تحت العشرات تساوي اذا 46 زائد 39 لدينا ستة زائد تسعة اذا سنضع تسعة فراسنا و نضعه على ستة تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر سنكشبه خمسة و نضعه اربعة زائد واحد تساوي خمسة خمسة زائد تلاتة خمسة ستة سبعة تمانية خمسة وتمانون هو عدد الحبات الذي أكله مديك في يومين نضع الدجاجة نحسبه له عدد الحبات لكي يومين و نضعه تمانية و عشرون زائد تمانية و خمسون و نشوفه ما حال اذا تمانية زائد تمانية اذا سنضعه تسعة عشرة احدة عشر اثنى عشر تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر اذا تمانية زائد تمانية شو ساوي ستة عشر و نحسبه ستة و نحسبه بواحد اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة 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 خمسة ستة سبعة تمانية تمانية ستة وتمانون هو عدد الحبات الذي أكلت الدجاجة في يومين سنقرنه ما بين هذه الأعداد سنقرنه لأكبر عدد الحبات نقرر ثلاثة ثلاثة اثنى اثنى الثلاثة ثلاثة اثنى ثلاثة اثنى الدجاجة هي التي أكلت أكبر عدد من حباتي القمحي إذن سأقوم بعمل علامة في الخانة للدجاجة وبعد ذلك سأقوم بعمل التمرين لنفهم ونطبق إذن ندرز التمرين واحد ولاحظ المثال ثم أضعه وأنجز إذن لدينا هذا المثال سنذهب إلى نفس المنوال إذن لدينا المثال 28 زائد 9 زائد 46 حطينا 28 في الأول زائد 9 زائد 46 الواحدات تحط الواحدات والعشرات تحط العشرات إذن 8 زائد 9 زائد 6 إذن نحسبها لدينا 8 زائد 9 10 11 14 15 16 17 17 هو العدد 8 زائد 7 إذن 17 سنضيفه على 6 17 18 19 20 21 22 23 إذن 23 20 سنضيفه وإثنان سنضيفه وإثنان سنضيفه وإثنان 2 2 زائد 2 4 4 زائد 4 8 إذن نكمله على نفس المنوال وإذن نشوفه 8 زائد 17 زائد 69 60 إذن سنضيفه في الوحدات زائد 17 سنضيفه الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات إذن زائد 69 إذن 9 في الوحدات 60 ستة في العشرات سنضيفه زائد 7 2 3 4 5 6 7 إذن 8 9 10 11 12 13 14 15 زائد 9 زائد 9 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 10 15 16 17 18 19 20 21 22 24 إذن 15 زائد 9 ساوي 24 إذن ما سنفعله سنضيفه أربعة هنا وإثنان كما قلنا سنحفظه بها الفوق سنحفظه بها إذن 24 كتبنا 4 سنحفظه بإثنان سنحسبه 1 زائد 2 ثلاثة 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 نضيف الكسر ثلاثة زائد ستة نضيف ستة فرصنا نضيف ستة ثلاثة ستة ثمانية تسعة ستة زائد ثلاثة شو سوي تسعة وعندنا خمسة زائد اثنان خمسة ستة سبعة مجموعة العملية الاخيرة هو ستة وسبعون وبعدا سنكون سنين تمارين واحد ننزل تمارين اثنان تمارين اثنان والسؤال الي هو اشترى شعائشة من محل اللي بيع الطيور بولبولا وهدهدا كم دفعت للبائع اذا السؤال هو كم دفعت للبائع في ثمان ديل هاد العصفورين او الطيرين اللي هم بولبول والهدهد سنحسبوا ثمان ديل كل طائر والمجموع ديالهم بجوجن نعرفوش حال دفعت شعائشة لصاحبي المحل اذا سنضيف سبعة وخمسون درهاما زائد تسعة وثلاثون درهاما اذا سنضيف سبعة تسعة وراء ماكبر سنضيفه فرصنا سنضيفه السبعة اذا ما هو تسعة عشرة احدة عشر اثنان عشر تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر تسعة زائد سبعة تساوي ستة عشر سنضيفه ستة سنضيفه ستة سنضيفه ستة خمسة زائد واحد تساوي ستة ستة زائد تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة ستة زائد تلاتة سبعة تساوي تسعة اذا دفاع عائشة ستة وتسعون درهاما اذا كل من من دفاع عائشة لصاحب المحل هو ستة وتسعون درهاما سوف ندخل التمرين 3 إذا التمرين 3 سؤال له أضعه وأنجز العمليات الأربع لدينا أربع عمليات سوف نضعهم ونجزهم نبدأ بأول عملية لدينا 58 زائد 23 ديمة الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت الوحدات ونشوفه لدينا 3 زائد 8 أو 8 زائد 3 إذا 8 فرصنا 8 9 10 11 5 زائد 1 6 8 6 زائد 2 ومجموعة العمليات الأولى وواحد وشمانون نضيف العملية الثانية عندنا واحد وتسعون واحد في الواحدات تسعة في العشرات زائد تمانية واحدات فقط. اذا عندنا واحد او اوز بعد نضير الك fuera و نزيد يعني ع22 اوز بعد واحد تمانية 9. تسعة زائد لشيء تساوي تسعة. اذا مجموعة العملية الثانية هو تسعة وتسعون نضغل العملية التالتة وهي تسعة زائد ستة وتمانون وغادي نضيره الكسر تساوي اذا لدينا تسعة زائد ستة تسعة زائد ستة كم تساوي تسعة عشرة 11 12 13 14 15 اذا تسعة زائد ستة تساوي 15 نكتبه خمسة ونحن عفضه بواحد واحد زائد 8 واحد زائد 8 اذا تسعة وخمسة وتسعون وغادي نضغل الاخر عملية ليه سبعة وستون عفو ستة وسبعون زائد سبعة عشر اذا نضع ستة في الواحدات سبعة في العشرات سبعة عشر نضغل الواحدات تحت وحدات يعني سبعة تحت ستة واحد تحت سبعة زائد اذا ستة زائد سبعة ستة زائد سبعة سنضغل سبعة وفرسنا نزل على ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر تلاتة عشر اذا سبعة زائد ستة تساوي تلاتة عشر سنكتبه تلاتة ونحن عفضه بواحد سبعة زائد واحد تساوي تمانية تمانية زائد واحد تساوي تسعة دا المجموعة العملية الاخيرة هو تلاتة وتسعون وبعدها سنقوم سألنا الفيديو ونشبنيك نلعجب ديالكم موسيقى موسيقى موسيقى